بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء الخامس من الواحدة الرابعة اللي بنحل فيه التست اللي موجود في كتاب جيم. طبعا لو انت اول مرة بتتبعني هسيب لك رابط الجزء الاول والتاني والتالت والرابع اللي موجودين في الواحدة الرابعة تلقيهم في الوصف. اضافة الى قائمة التشغيل بتشغلك الواحدة كلها على بعض. كمان قائمة التشغيل الواحدة الاولى وقائمة للتانية وقايمة تالت عشان تتابع معي لو انت اول مرة بتتابعني. يلا بقى روح نحل مع بعض التست ونرجع لبقى التايلي. بتقول يعني مواطن هو جملة بتقول عشان نحل المشكلة الاقتصادية يجب على كل مواطن ان يدفع الضرائب. طيب اسم مفرد فبالتالي الكلمة اللي تنفع هنا او الاختيار اللي ينفع هنا هو كل مواطن يجب عليه ان يدفع الضرائب. كتاب الكاتب عن مرضه نقط ماله لدرجة ان كل الناس كانت بتبكي وهي بتقراء اكيد الكتاب ده مؤثر مووينج. مؤثر او محرك للمشاعر. من الغريب انك تشوف راجل لابس ساعة واحدة. في كلتا يديه يعني. هنا اسم مفرد فانا عايز قبل بس بتيجي مع الحاجات اللي هي اتنين او اكتر. بتيجي مع الحاجات اللي اكتر من اتنين فبالتالي هنا هي اللي تنفع لان لازم يبقى اكتر من اتنين يعني اكتر من اتنين يعني تلاتة او اربعة او اخمسة او اكتر. فبالتالي اتش لتر بي هي اللي جابة الصحيح. number four teaching young children is considered a not and rewarding job. تعليم الاطفال الصغيرة ده شيء challenging. فيه تحدي. خلي بالك. انا دايما بقول ويمكن انا انا بحلم معك عقادة في الجزء التالت من الحلقة او الرابع من الحلقة سوري قلتلك انه لما يبقى عندك هنا بط في النص يبقى اكيد فيه الكلام منفي بعدها. فالكلام يبقى منفي باستخدام. انما لما ما عنديش هنا اه انما لما عندي هنا didn't didn't اصلا هي اللي نافية الجملة. فبالتالي انا مش هينفع هستخدم مع لان لان نافية. فانا قلت لك برضو انا بشرح القاعدة في الجزء التاني لو انت ما سمعتهوش. قلت لك انه او النفي عموما مع تساوي فبالتالي هستخدم هنا اللي هي علشان تبقى هي اللي جابة الصحيحة. اصيوت مش بعيدة عن سوهاج لزلك تقدر تزور كلاهما هما الاثنين. صوتها كمليء بايه. لما تكلمت عن زوجها المتوفي صوتها كمليان اموشن. اموشن يعني مشاعر. لتر دي اموشن هي اللي جابة الصحيحة. نمبر ايه. it was a difficult lesson كان درس صعب. لذلك only not the students understood it. لذلك نصف الطلاب فقط هم من فهموا. الدرس كان صعب. لذلك half the students letter b هي الاجابة الصحيحة. نمبر ناين بتقول. I asked my friend about the not of this week's writing as I was absent. انا سألت صديقي عن ال a بتاع الاسبوضة. لاني كنت غايب عن ال a بتاع الكتابة يعني. انا سألت عن العنوان بتاع الدرس او الكتاب اللي هناخده الاسبوضة لاني كنت غايب عنوان يعني title letter b. title طبعا مش address. address letter a دي معناها عنوان مكان او عنوان منزل. انما title عنوان مقال او عنوان كتاب letter b اللي جابة الصحيحة. نمبر 10. Sarah has three sisters. the not of them look like her. كلهم يشبهوها. لانهما ثلاثة فمشينفع استخدم both. ولا ينفع طبعا استخدم half نصفهم ولكن استخدم all of them. all of them كلهم يشبهوها letter d هي الاجابة الصحيحة. نمبر 11. not member of the football team must sign a contract. كل واحد كل فرض من افراد فريق كرة القدم لازم يمضي على عقد. طبعا انا member مفرد. فبالتالي هستخدم each. each letter c يعني كل واحد منهم على حدة. لازم يمضي على عقد. اللي جابة الصحيحة. نمبر 12. my uncle was not. after the operation on his heart. but he is getting better. ولكن بيتحسن. هو عمي كان فاقد للوعي. unconscious. letter b unconscious يعني فاقد للوعي. نمبر 13. I need to be god at not speaking and writing english to get the job. انا محتاج اني اكون جايد في. not speaking and writing. انا قلت لك لما يبتلاقي and تستخدم both. both speaking and writing. عايز اقب اشاطر في كلا الكتابة والقراءة علشان احصل على الوظيفة. number 14. I have never seen such a not film in my whole life. انا عمري ما شفت مثل هذا الفيلم المخيف في حياتي. طبعا. terrifying يعني مخيف. دايما الصفة اللي منتهية بان جي بتصف غير عاقل. ودايما الصفة اللي اخيرها ايه دي بتصف العاقل. وانا بتكلم عن فيلم مرعب. terrifying letter b. number 15. don't waste your time. لا تضيع وقتك. not computer games all day. طبعا. waste time او waste money. دايما بيجي بعدها. ده اكسبريشن بيجي بعد الفعل زي جي. لا تضيع وقتك. playing. وانت بتلعب. playing. letter a. 16. all the crows aim is to spend several days ashore. معظم اه او كل اه هدف الكرو كل الهدف او الامل بتاع الكرو انهم يقضوا اه كم يوم كده ashore. ashore هنا her means تعني على الارض on land. letter b. ashore يعني على الشاطئ. بس على الارض on land. مش في المية ولا في المركب ولا في الهواء. ولكن on land letter b. القطع. القطع سارة جدا. هي قطع بتكلم عن سارة وهي بنت كانت بتحب اللعب بتاعتها جدا. اه مامتها في يوم الايام قررت ان هي تقعد معاها ويتكلم مع بعض وميقسموا اللعب بتاعتها لثلاث اقسام. قسم اللي هيفضل وقسم اللي هيتبرعوا بيه للناس الهوملس الناس الاطفال الصغيرة المتشردين يعني في الشوارع. وقسم التالت اللي هو هنشوف هنطلع ولا لا اللي هو بسموه هما مع بعض. فبالتالي قعدوا مع بعض البنت كانت بتحب لعبها ولكن لانها عرفت ان في قيمة هنا للتبرع او للعطاء. فوافقت على كلام مامتها. طبعا القطع اهي قدامك. ده البراجراف الاول والتاني. وده البراجراف التالت. انت ممكن توقف الفيديو في اي وقت تقرأ البراجراف براحتك. وبعدين نرجع نحلم مع بعض لاسئلة. السؤال اللي هو اللي بيقول ما مامتها يا لتلاها ايه قبل لعيد ملادها القادم. قالت لا لازم نلاقيلك مكان للعبة الجديدة. احنا مش لقيين اللعبة بتاعتك كترت ومش لقيين مكان. يبدو فايند a place for her new toys letter b. السؤال التاني. what did Sarah's mother mean by by choosing some old toys to give away. كانت بتوصو دي بكلمة give away هنا ان هي تتبرع بيها. donate letter c يعني تتبرع. سؤال التالت بيقول why did Sarah and her mother clean the maybe and donate toys and put them in bags? ليه? اه مامت سارة وابو سارة جمعوا اللعب اللي سموها اكوام المي بي. عملوا كوم كده سمو مي بي اللي هو الاحتمال اللي نتبرع بي. وعملوا كوم كمان اللي هو donate. ليه جمعوا كل ده وحطوه في حقائب. put them in bags. السبب to give them to the homeless. علشان letter a. علشان يدوها للاطفال اللي ملهمش مأوى المشردين. letter a. what is the best title for the passage? ايه افضل عنوان للقطع دي? العطاء. giving letter d. العطاء. سؤال الاول في الاسئلة المقالية. what are the two pills choosing to be given to the homeless? ايه الكومين من الالعاب اللي تم اختيارهم للعطاء او للتبرع للهوملس للاطفال اللي بيلا مأوى. ايه هما كان ايه وايه? احنا قسمنا اللعب لتلات انواع او لتلات اقسام. قلنا ان فيها انا تبرع به. وفيه اللي هو maybe. وفيه اللي هيفضل معنا في البيت. فيبقى النوين او الكومين اللي هيتبرعوا بيهم هما. the maybe and donate piles. maybe and donate. انا هكتب الاجابات طبعا بعد ما اجاوب الاربع سئلة هكتب لك الاجابات على الشاشة حال. السؤال التاني السادس بيقول who went to a place where kids who didn't have homes lived. مين اللي ذهب للمكان اللي فيه الاطفال اللي عندهمش بيوت. مين اللي راح? Sarah and her mother. letter number 6. Sarah and her mother. 7. what do you think of Sarah's choice? ايه رأيك في اختيار Sarah at the end? and why and why not? اختيار اعتقد انها كانت صح. ليه? لان there are other kids. في كمان اطفال تانية who need these toys. محتاجة هذه الالعاب. and Sarah can't play with all these toys. وصارا كمان مش هتقدر تلعب بيهم كلهم فوقت واحد. if you were in Sarah's place. لو انت في مكان سارا what would you do? هتعمل ايه and why? نفس الاجابة تقريبا اللي فاتت. هقول ان I would do as she did. انا كنت هعمل زي ما هي عملت. وهقول نفس الكلام ان في اطفال كتير محتاجة اللاعب دي علشان تلعب بيها. تعال نشوفي الاجابات. translation. الشعر offers us the opportunity. طبعا هنا offers مش معناها يعرض ولكن معناها يوفر. انا دايما بقول في الترجمة لو انت هترجم من انجليز العربي لازم تبدأ بالفعل. اللي هو يوفر الاول وبعدين الشعر. يوفر الشعر. يوفر الشعر اللي انا فرصة. او الفرصة. to express great emotions. للتعبير عن المشاعر العظيمة. as well as بالاضافة الى helping us. مساعدتنا understand and appreciate the world around us. مساعدتنا في فهم وتقدير العالم من حولنا. if it changes it. it changes hate. انه يغير او يحول الكراهية لحب. to love. and the valence. والعنف. to mercy. لرحمة. and pity. وشفقة. هنجاوب طبعا هنكتب الكلام ده على الشاشة. بعد ما نترجم الترجمة التانية. يجب ان يدرك الاباء ان الاطفال يحتاجون للحب والحنان وليس النقد الدائم. فهم دائما في حاجة مسة الى النصح والارشاد لان خبراتهم في الحياة قليلة. طيب. هنبدأ ب بدل ما يجب ان يدرك هنبدأ بالاباء. دايما بالانجليزي بقى نبدأ بالفاعل. الفاعل هنا هم الاباء. يجب ان يدركو. that children need love. ان الاطفال يحتاجون للحب. that children need love. والحنان and affection. وليس النقد الدائم. not permanent criticism. not permanent criticism. permanent يعني دائم وcriticism يعني النقد. فهم دائما في حاجة مسة. هنا ممكن نقول. they are always in bad need. هنا كلمة حاجة مسة يعني حاجة آآ شديدة. bad need هما دائما في حاجة مسة. الى النصح والارشاد. in bad need of advice and guidance. نصح اللي هي النصيحة advice والارشاد اللي هو guidance. لان خبرات من في الحياة قليلة. because their experiences in life are few. تعال نكتب الاجابات دي على الشاشة. كده شباب يكون انتهى الجزء الخامس من unit 4. ما تنساش تعمل لايك وشاير وسبسكرايب القناة. ما تنساش تشعير الفيديو لكل اصحابك عشان يوصل للناس كلها. وما تنساش تسيب الكومنت بتاعك عشان اكون معاكم دائما في اي حاجة بتحتاجوها. اشوفكم الحلقة الى اللقاء.